لما قعدنا وقلنا ان احنا برضو هنوصل للنهائي وكل الكلام ده نرجع بقى للسؤال الى قد دي في متطلبات ما انا مش هوصل للنهائي ب يعني من غير ما حد يزعل احنا طول الوقت هنا بندعم فريق السلة وكل الفرق اللي بتبقى في كبوات قبل ما يبقوا في انتصارات يعني احنا دايما بقول ان الفرحة اصحابه كتير والهيصة فيه كتير لكن لما يبقى فيه كبوة احنا دورنا ان احنا ندعم الفريق احنا طول الموسم بندعم الفريق لنهاية الاخر مباراة في بطولة افريقيا لما خسروا قلنا هنفضل وراكم ما هو ما فيش حل تاني صحيح احنا مش هنغير تجيله ونجيب غيره من السوبر ماركت ما فيش الكلام ده ده صحيح ولكن الفرق اللي كانت متواجدة الموسم اللي فات لا اكيد نقصها كتير وقاد اكيد حضرتك ليك متطلبات كتير عشان تقدر توصل لنهاية في كل البطولات ايه ابرز المتطلبات دي ابرز المتطلبات ان انا اضرب انا اضرب الاول طبع اه يعني قبلة لا مش انا سوريا علشان ما تفهمني انا الاول هبتدى اشتغل اه وبعدين اشوف الفرقة محتاجة ايه اه لان اه لو الحكاة حكاة اثامي ان انا اقولهم انا عايز فلان وانا عايز فلان هو على فكرة ما بقاش في فلان زي ما قلت المسأل الجميل اللي حضرتك قلتين احنا ما عندناش غير ولادنا هم اللي موجودين دون التدعمات هم دعموا انا جيت لقيتهم جايبين تلاتة التلاتة اختيار ممتاز بالنسبة للموجود في السوق هم دول احسن ناس ممكن نادي الزمالك يجيبهم في السوق في السوق تمام واختيارهم مثالي اللي اختارهم ايا كان اللي اختاره باختيار هاي تمام اه فالفرقة هي دي فرقتنا هي دي ولادنا احنا هنبتدي نشتغل هبقى اطلب معسكر مثلا في حتة فلانية هطلب تدريب بشكل معين حاجات معينة من لعيبة فعشان كده اقولك المهم ان انا ابدأ اشتغل لكن كطلبات ان انا جيب حد من بره الموضوع ده ما بقاش قفلة مش موجود مفيش حد حتى معروف المحترف هوا ده بقى كلمة السر بالزبط كده حابب انه يجي في مركز ايه واتعرض عليك سي فيهات شكلها ايه ومش لازم يعني احنا مش عايزين نعرف اسمه اه لا محنا لسه معرفتوش بس اه تمام بس حضرتك مركز ان المحترف يكون في مركز ايه انا في البداية كنت اه يعني حابب انه الافصان علاب اه او بيلعب حاجة عنده اسمها كومبو يلعب واحد واثنين ينفع يلعب صانع لعب وينفع يلعب شوتر جرد جنب صانع اللعب تمام لكن طبعا حصل بعض المتغيرات اللي اكيد ما هيش يعني سر فيه اه موضوع اه اه كابتن انس اه كان فيه كلام ان عاصم مرعبن الاحتمال انه هو يكمل فدول بيلعبه تقريبا في بوزيشن اه واحد تقريبا قريب من بعض اللي هو بوزيشن اربعة وخمسة اللي حصل ان طبعا انا معرفش مشكلة انس هتبقى شكلها عاملية بذات الموضوع ما تروح مع مجلس الادارة والاتحاد البوزكت وبتاع معرفش انت ايه كان فيه كلام بين حضرتك وبين انس هو حصل مرة واحد بس حصل مرة وسمعته وجها لوجه يعني وقالي طبعا كنت عايز اعود معاه تاني بس هو قال ان هو مسافر يعني مسافر برا مصر الفترة دهيا فلما يرجع هيبقى فيه قاعدة تانية لكن بعد كده ما حصلش الاتصال تمام خلي موضوع انس ونشوف الادارة هتوصل لحد فين مع انس هل هو عاصم مرعي معنا بص هو جاله عقد في كوريا تاني البلد اللي هو كان فيها فانا كان في بعض المناقشات يعني ان الموضوع لازم يبقى راغبة داخلية عنده مش انه يلعب في الزمالك هو في مصر انا بقولها لك اعلان واضح علشان ما يبقاش فيه مزايدات هو لقوا لعب في مصر مش هيلعب غير في الزمالك لكن هي بقت النقطة السؤال العائلي اللي طبعا عنده عيلة هل هو حيفضل الاحتراف الخارجي ولا يلعب في مصر من غير ما نجيب الى قدامه وقت قد ايه يحسم قراره لا هو فيه شبه تقريبا حاصم انه هو عايز يلعبر عايز يلعبر عايز يكمل مسيرته الاحترافية تمام تمام طيب نرجع للمحترف تمام المحترف قدامنا قد ايه ونبقى خلاص بنخلص في الموضوع ده لأ ما هو الاول انا عايز استقر لان انا مجاوبتش على السؤال اللي انت سيجد فيه اه معنش انا في الاول كنت عايز اجيب صانع لعب لا انا دلوقتي عايز اجيب لعب طويل شوي بالزبط اه عشان يعوض لو انس مش موجود لو انس مش موجود ده هتفرق كتير جدا فطبعا ده عمل لنا كونفلكت شوي يعني بندور على صانع لعب لا بندور على واحد طويل طب الطوال طبعا عندنا مشكلة في البسكت ان الطوال اللي انا طالب المواصفات بتاعة الطويل اللي انا عايزه عايزه طويل بمواصفات معينة المواصفات اللي انا طالبها دي انا عارف دي مش سهلة مش يعني مش قابلة او مش زي صنع اللعب صنع اللعب فيه كتير عندنا في البسكت وبوزيشن اتنين فيه كتير تقدر يتنقي منهم المشكلة ان اللعب الطوال اللي بالمواصفات اللي انا طالبها قليلين شوي طيب احنا قدامنا وقت يعني مش في وقت حاكمنا يعني لا 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 ما فيش قدامنا وقت